مشهد مصنوع يهدف إلى استهداف المسيحيين المصريين زبحهم على شواطئ المتوسط الحديث عن فتح روما واستدعاء رسائل لاستدعاء التدخل المصري والأوروبي المباشر يعني لم يحدث ولا لم يصبح أحد هكذا رأى الشيخ القرضاوي الذي لا يزال لتزال صيحاته في استدعاء حلف النيتو للإغارة على ليبيا بهدف تخلصها من حكم القذافي هكذا رأى هو واتحاد علماء المسلمين الذي يرأسه ما حدث في ليبيا مجرد مشهد مصنوع لم يحدث على الإطلاق وإن كل الهدف منه هو أن تدخل القوات المصرية إلى داخل ليبيا بغية العمل على إجهاض الثورة الليبية وأنا بقتبس من بيان اتحاد علماء المسلمين الذي يرأسه الشيخ القرضاوي التي هي بريئة من هذه الجريمة الوحشية براءة الذئب من دم يوسف الصديق الذي ربما لم يرق أيضا وفق بيان منتظر لاتحاد علماء المسلمين بن قسين إذا تضاربت مصالح الإخوان مع مصالح قتلت نبي يوسف الصديق الذي لم يحدث أو مصالح الذئب لو جاز أن نستخدم هذا التعبير ترجمة نانسي قنقر